اشتركوا في القناة 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 الانستغرام. هنا مثلاً من صاحب نارا يبشي الانستغرام غالنا نوضحنا كاملين ناس الانستغرام ونقولوا عد نارا فلان صاحب لانستغرام الانستغرام. الناس اللي يسمي اللي يبغيينك ويبغيينك غير يرجع عندك. ده بغن نرجع العالم التمثيل والعوض اللي قلتي أنا فتحت لك عوض من خلال الانستغرام إلا تقدم لك واحد العرض من واحد الكوميدي معروف مغيبي اللي هو طاليس وقال لك ندخل معاه في الفرقة ديالوجي الانستغرام. مقابل انك تحبس هذا الفيديو اللي كتدرنته في انستغرام وما تبقاش اكتف سور انستغرام. شنو تدير. اصلا ما نقبلش نخدم في اموغاجي. مخيجينيات العرض. اعلاج. ما عنديش مع الخدمة ديال زعمار واحد يكون علي بوس. يعطيني افكار دياله وخصيني نتببعه. إلا لكنت ماتلا واحد الشخص اللي عشت مع واحد للمده وعندي نفس افكار دياله حيط الكوميدي دياله فيها فيها مثلا انا ممكن كتضحكيني ممكن ما كده حكنيش لاخر. ولكن احنا سمعنا انا كانت غادي قنو حد تعامل بينك وبين حنان الفاضيلي فين وصل لهذاك التعامل. هذاك التعامل بقى معلق عنده هي هي اللي يفيدها كل شيء. وكنت في اخر لايف او من بين لايفات الاخرين اللي ادرتي اهضرت على حنان الفاضيلي. اهضرت عليا حيط في اللول كان بدا وحد بخورجة وسالته بطريقة ما كانش خاصة تسالي باع حيط باش نعيط لك تقطعي عليا وباش نصفت لك تخليلي لا تجاوبينيش وباش احنا كنا خدامين وكنكتبوا انسامبل وهذه الطريقة ما جنوش الحال صراح. نوسى كي كين بزاف دي المشاهير دي الانستاغرام كي يستعنوا بالناس اللي كي تلعوا لهم النور دي لفولوورس او للمشاهدات. وانت عماك انا فكرتي انك تطلع لفولوورس ديالك او للمشاهدات. عمار لنفكر وعمارين فكر. لانك كل ما كان عندك نسبة اكتر ديال المتابعين كل ما كتكون عندك قيمة اكبر في الانستاغرام وهذاك شي ما كي تقدرش تتفضح من بعد. ينسوك كي تتفضح ينسوك في ان انا الدباب ازدائي في مفضوحين. المخير في انستاغرام اللي كي بالك دباب واصل له هذي شاري. انتلا. تكون. انا باقي ما وصلتش للمليون اللي عندهم. انا باقي في الالف في الالوفات والوفات. ولاني الاغلبية شاري. مغان عمام فلك الاغلبية شاري. لذا بما انك انت مصاحب مع واحد نسبة كبيرة من مشاهد الانستاغرام. انصولك على بعض الاسماء ودوك لي علاقتك بيهم. اولا تعليق صغير على كل اسم. مرحبا. علي باللعب بس. صاحبي وخوي وعزي علي بزاف. امير وديد. او كيفيك؟ كيفي. امير كان اعتبرك يقرب لي بزاف. بينه وبينه اثار اللي ما عارفهم تشي واحد. اللي لسونك على صوفيا شارف؟ صوفيا شارف اعرفتها زعما مؤخرا. ولاني صوفيا هي الواحدة زعما اللي اتقلت توقف عليها تلقاها معاك بكثرة من الراجل. يعني وحاجتها ماشي ديالة هذيك استيدا. محمود مايبخ. محمود مايبخ ما كان عارفوش بزاف. معلقتي بماشي كبيرات لقينا كذا مرة وليني انسان دريف. امينة كعام. نكست. لم يمكنش غادي نوقف عليك امينة كعام. لاننا عرفنا انك انت حييت الفولو ديالك لامينة. شنو السبب؟ امينة حييت لي افولو. حييت لي افولو. يعني هي اللي بدأت. هي اللي بدأت. حييت الفولو كل شي. اها علاش شنو السبب؟ ما عرفتش. سبب ما عنديش سبب. كنا اصحاب اخوت واحد نهار. هاته شي ديالي الصغار. عمتيني ديال فولو ماشي فولو. انا ما كيهمني فولو. ماذا خمتيني؟ وليني ممكنش ان تحادي لي انت فولو قنام تابعك. عش غا نتابعك؟ طب حييت لا فولو بدأت لابلك من الجميع مواقع تواصل اجتماعي. بانك كنت توجه حد رسالة للشباب. يما عندهم هداء. تاهمة الحب داد الشوعة. وباغين يوليوا مشاهير في السوشيال ميديا. شمو تبغيت نصحهم؟ أنا اللي بقي تعليم زعمة الإنستغرام شي حاجة زوينة شي حاجة اللي كتبدل لك حياتك صراحة شي حاجة اللي ما غتسنىش واحدة أخر يوصلك يعني عندك موهبة رغت وصل للراسك وغتبيين لناس يعني هاد شي بش زوين الإنستغرام يعني صفحة كيولونوا عندك متابعين فيها المتالي كتبني واحد الكاريار ديالك فيها ما كتسنىش واحد المخريج لي وصلغوا للا واحد إداعة ولا واحد البوات بخوض كتبين راسك للناس هناك شباب يريدون أن يقوموا بإنستغرام ويكونوا مشاهير ولكنهم لا يوجدون قنطاني الذي يقومونه كيف ستقولون؟ لا يوجد قنطاني، أقول إنه يبدو أن تكمن لا يوجد لديك إيجابيا ويوجد سلبي ونرى الكثير منهم سلبيًا لا يوجد قنطاني لمبينة ومشهور أو لأنهم يدخل في خالية الفضائح شكرا لك لأني أشرف كبير شكراً على الدعوة وتفكرتم وفكرتم فيها، شكراً لكم وليا شرف كبير أن نكون معكم جسوية فان والله، ديالكم أيضاً جسوية فان من نجاح ومزيد من الشهر ومزيد من اللي فولورس إن شاء الله ربي خليك شكراً لكم شكراً